مرحبا اليوم دي ورجيكم لعبة شوي قديمة هي كانت فعلياً موجودة بالعربة وتسعين واجو عملوها بتقريباً من حوالي أربعة خمس سنين على الانجن الجديد تبع Civilization 4 طبعاً اللعبة اسمها Colonization تختار انت واحد من تختار واحد من من مرحباً من دول الأوروبية اللي كانت رئيسية بالألف وخمسمية وشاغلة طبعاً عادةً محب اللعبة الإنجليز طبعاً في عندك الهولنديين الفرنسيين الاسبانيش كل واحد منهم بيعطيك بونس بوانس معينة طبعاً فيك تقراها هون حسب أنه قائد حتى أخذ فيك تقراهم طبعاً كل واحد شو اللي بيناسبك انت شو اللي بتحب تلعب فيه طبعاً عم بأحب أخذ الإنجليز وبالعب بجورج واشنطن نيو وولد طبعاً بتختار الديفكلتي قديش حجمه ما بعرف شو الحكي هذا كله بتقول أوكي بتفوت طبعاً الرافكس كتير بسيطة طبعاً على هي Civilization 4 طبعاً جي محل طبعاً 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 تبني مدينة جيمستاون بما انه في سمك كتير فالدوكس بتخلي الاكل يزيد للصيدي كمينة احسن فبيزيد على كمية الاكل الموجودة هلا افهمكم شو الموضوع كلياته طبعا نكبس هون مفوت هلا هاي المدينة تبعك في عندك الفكرة من الجيم هو ان انك تبدو تبني هدول المستعمرات الكلونيز وتبلش تصنع اشياء مثل مثلا هون انا هون في عندي ثلاثة تبغ فانا ممكن اخذ هاد وقل له عمل لي سقائر مثلا هاي سيجارس بتروح بتاخذها لهاي سيجارس بحطها بسفن وتوديها بتشحنها على اوربا هلا بالبداية كله هادا بيكون مانوال انتبع على الوقت بصير تقدر تعمل اوتوماتيك تقدر تعمل خطوط بيع وشراء و الى اخره اوكي فهلا هاي المدينة مبنيت طبعا في عندي هون واحد تاني موجود بالقارس على جنب خلينا خليه يصيد سمك طبعا في الاكل في الخشب وهذا طبعا للبناء في الفضة القطن الاشياء اللي ممكن انت تتخيل لتكون موجودة بيدك تعملون طبعا في هادو الريسورسس في كمان اللي هي الليبرتي بيلز الليبرتي بيلز هلا بحكي لكم هلا شو معناها هاي شو بتعمل وفي عندك هون كمان بعدين تبني كنيسة وتعمل الريسورسس البروتشن طبعا بدك تنشئ ايكونامي بدك تنشئ ابتصاد شغلات عم تنزرع شغلات عم تتصنع شغلات عم تتتاجر شغلات عم تنبنى بدك تبني اسلحة بدك تسلح جنود و الى اخره هلا كيف تزيد البروتشن البروتشن تبعك في طريقتين انك تزيدها او ثلاث طرق اول واحدة انك تعمل الفود طبعا الفود هادا كلما صار 200 رح يصير عندك واحد جديد مثل هادا البروتشن البروتشن الحل الثاني انك تجيبهم من اوروبا اللي هنا للمهاجرين الحل الثالث انه ينضموا لك اللي هنا نهندو الحمر ممكن انت تصاحبو ممكن انت تعدين انت براحتك وفي شغلات كتير ممكن انت تصير هلا الشغل الثاني هي الاراضي اللي حواليك طبعا كل ارض من هدول بتعمل شي طبعا ازا بتفوتو هن بتلاقي طبعا كل ارض شو بتعمل هون في اربعة طن او 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 ما فيك تعمل اتنين سوا او اربعة اكل وهكذا هون خشب طبعا لانه في غابة في فور اللي هو من الصيد اللي هي الفرو هاي الور حديد بتاخده بتصنعه بتعمل منه وطولز وقنز اللي برتي بيلز هلا الفكرة من الجيم شو بدك تعمل اتصاد بدك تصل لمرحلة انك انت تستقل عن الدولة الام تبعك مثل الاستقلال الامريكي بتعلن استقلالك بتصير حرب بينك وبين الدولة تبعك الام واذا قدرت تفوز عليهم انت بتفوز اذا ما قدرت بتخسر هاي هاي كل الفكرة هلا الريسورس بيخلي الناس اللي بالمدينة هاي يصيروا مع الاستقلال طبعا كل ما زاد كل ما كانوا طبعا هادا كمان الشغلة المفيدة بالموضوع انه بتحمسون اكتر انه يشتغلوا فبتزيد البروداكشن هادا بدلا ما يكون ثلاثة هادا شايف عم الشغل عم يعطيك ثلاثة سيغارس بصير بيعطيك اربع سيغارس مثلا طبعا خليني اعمل نكسترن طبعا انجو هدول عم يحكوا معاك وخلينا نعمل نحنا تجارة وما بعرف شو كذا هالحكي هاد فيك تحكي معهم وتقول له نعطوني وخدو الاخرين طبعا هادا شو هادا احتب اكسبورت اور ماينر خلينا ناخد طبعا هادا فيني ااخده وحطه بالسفينة اذا بدي هم عامية وتسعة وثنانين فيني ااخد واحد من هون هادا هيكلفني تسعين هاد بيضبطلي الاشياء اللي حولين المدينة هلا برجك نكيف طبعا هلا السفينة جاي اجت من اوروبا باخدها بقول له هروح الى المدينة هاي المترجم للشحنة هاد حيضل بره هنشوف شو هنعمل فيه هنقول له تعه هون وبنيلي مزرعة طبعا بتعطيه ادوات طبعا التولز موجودة هون هلا هو اريدي جاي معه التولز بس انت ممكن تاخد اي واحد وتقول له بايونير او سولجر اذا عندك الاسلاح او ميشنري طبعا بروح عند الهنود الحمر و بصير بعلمهم المسيحية ديان المسيحية فبصيروا بيتحضروا على اساس وبصيروا بينضموا لك اوكي هاد هاد بلاكسميث بلاكسميث بشكلة ايه بيلزمني لانه عندي انا حديد فهدا حيحول الحديد لأدوات طبعا خينا ناخد هاد لانه حيحميلي المدينة تبعي طبعا معي المصاري طبعا انا بعت بعت شو كنت اللي اخدتوا وقتها السيجار مام هاي هون بنا منزرع هلا لو جبت واحد و قلتلو زراع هون رح يزرع منيه ناخده هون قللو ابني المنجم طبعا نمدي السفينة طبعا ننزام اللعبه دوار ناخد عملي منجم هون طبعا طبعا فيك تبني شوارع كمان طبعا هلا از عملت مدينة تاني بتصير بتعمل بيناتون تجارية ما بتبعت سفينة تروح تجي او ممكن تعمل عرباية وهي العرباية ممكن يجمع عليها الانديانز و بيناتون الحمر و ياخدوه لك غراضك و ما بعرف شو يعني لزيزة كتير طبعا اللي بيعرف سفينة 4 هيكون كتير بشو اسموه ما اسموه طبعا هاي هون بالانترفيس يعني طريقة اللعب طبعا هادا هون استهلكت كل الاكل الاستخدام الاكل اللي عندي في هون عندي ثلاثة و سبعة حسب الناس هون كل واحد بيستهلك التو كل واحد بيأكل اثنين اكل فتبدك تحسب حسابك لما بدك تزيد المجتمع تبعك بدك تنتبه انه المدينة هاي الاكل فيها كافي طبعا في عندك خيار كمان انك تعمل مدينة تاني تكون تعمل لك الاكل كله وتبعتها على المدينة الاولانية يعني الابشن هادا موجود مش شرط انك يكون المدينة هاي سوف سستيند او عندك تفاء ذاتي ممكن يصير في تجارة بين المدن بتبعت واحدة مننا الاكل اللي عندها التاني والاخري اوكي هلا مع الوقت اذا بتشوف تحت بتبني كنيسة بتجمع ريليجيس هاي كل ما تعبت طبعا كل مرة عندك اذا بتشوف اليك على اليسار جنبه تحت اوه 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 بصير بيزيد عددها فبصير نسبة الناس اللي عم تجي اكتر اوكي اوكي انا بتعرف انت شعب متدين وبدو انو يروح على هاي الارض الجديدة وبدو انو يعمر بلاد الله والكلام الفاضي اوكي فهون الحكي هاد طبعا خلينا ناخد هاد بيتي كريمنال طبعا هاد مثل الكولونست العادي اللي هو ما عنده اي اختصاص وان هون شوف هن مثلا هاد اختصاص هاد اختصاصه لمبرجاك يعني حطاب هاد ما عنده اختصاص هاد حرامي اصلا موجود كان ب بأوروبا بيكونوا ألعوا فبيقولوا له مشان يألعوا من أوروبا بودوا على هاي فانا حاخده جنده حقطي سلاح ووقفه جندي هاي خلص المنجم اذا بتنتبه انو المنجم خلص صار هاد يعطيك عشرة بدل ثماني تشزكون شكرا بنيلي مزرع هون تعال صحيح الجنود ما بياخدوا أكل هادا شي مهمة هلأ بنمني مدينة تاني السلاح صح ناخد السلاح صحيح الجنود لا رجاء هاد سكاوت 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 ويستكشف الأراضي طبعا ممكن يروح عند الانديون وياخد منهم أشياء طبعا بيعطوه هدايا وما بعرف شو هلا مورشكو شو الموضور خيبني مدينة تاني باستخدام هاد هاد طبعا هادا عمقول نحنا ممكن ندرب لك الكولوني السواكي يصيروا صيادين سماك وعطوني هدية 636 جولد طبعا هاي صارت بالعرباية بدي أخذ رجاءة على المدينة تبعي وشغد ليها أوروبا أوكي أوه أوه طبعاanya صارت للارئة نحن نشط طبعا ماضي ترجمة نانسي قنقر شكرا اها Both الادهبات بدى يوديان ع اوروبا طبع 0.0俺 عند بليك carriers وقال لك اي ازه بدي در و 30% طبعان ما عندي خيار ثاني كنت يفعل هو ببعة فراح علىاطيئها هلأ بعدين يشتري LSE الحد اقترب ثنبات يجحدthem المترجم للقناة 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 واحد عم يهاجمه حيكون عنده Defensive Bonus فالبونس طبعه عالي ممكن انه يفوز بحالة غير بحالة مثلا عم يتقاتلوا 2 تحت على الأرض عادية بفريم فهذا كله بدك تحسب حسابه اللعبة معقدة كتير ما لابس سهولة اللي انت مفكرة أبدا تمام طبعا هدا صياد السمك هلا رايحة من المدينة الجديدة اللي هون هورجيكم بس انه شو بيستيب ارجع هاد هدا مزارع أحصني خيول طبعا انت ممكن تاخد خيول وتبلش تصنع خيول مشان تعمل الجنود على الخيول طبعا انا ما بديها هلا خليك هون هدا خلي يبني هلا كون المدينة قريب كتير من المخيم تبع الهنود الحمر فهدا بيجو الهنود الحمر وقالك انت بيك تاخد الارض تبعنا مدري شو فعندك ثلاثة اوبشنز يا اما تدفع لهم الفلوس طبعا هلا ال 504 بيقبلوا طبعا انا معي المبلغ او بتقول له لا هدا تبعي وما تسأل عنهم ابدا بس هيك هايزعلوا منك او بتقول له خلص بتطلنا ما عندنا نعملها طبعا انا ها اقول له خود ال 504 ما بديهم يزعر مني تمام ولبني هون دوكس ونقل له لهذا الصياد يروح يصيد سمك طبعا لاحظ هون واحد سمكة واحدة بالعادة بيجيب اي جندي عادية بس هذا لانه صياد سمك عم يجيب اربع اوكي وهكذا طبعا هاي مدينة الثانية مدينة الثالثة حيطلعوا اللي هي الدول الاوروبية الثانية في الها كمان مستوطنات ممكن انك تتقاتل معهم ممكن انك تتاجر معهم ممكن تعمل اللي بدك اياه طبعا هاي هي كولونيزيشن ما لا سهلة على فكرة يعني ما توقع انك حتلاقي لعبة سهلة هون بس بنفس الوقت رعبة كتير حلوة وممتازة يعني هي اناخدوا سيفيليزيشن 4 غيروها شوي يعني لاحظوا هذا ما كان سيفيليزيشن 4 انه فيه ريسورس وكتر ضبطوها طبعا هنا نفسهم في راكسيس ضبطوها وعمدوا هذا القيم هاي اللي بيحب هيك شغلات رح يستمتع كتير مهم لا تنسوا تعملوا لايك وما تحتاج يكون عندك سيفيليزيشن 4 لا تنسوا تعملوا لايك وشير وكل هالقصاص وحتلاقوا كل شي موجود بالدسكريبشن وين فيك تشتري الجيم وين موجودة وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة